تزعمونا أنكم تحاربون المخدرات وأنتم أربابكم وأسيادكم أقول أربابكم وناعي ما أقول لأنكم تعتبرونهم تخافوا منهم وتخافوش من ربي تجو بأنكم تحاربون المخدرات وتقتلون الشاب هنا وشاب الهيه وكثير من الشباب رم في السجون وكثير من الفتيات تم تدمير حياتهم إلى الأبد بلعبة المخدرات وبالتلاعب بالمخدرات لازم تكون ضيف باش تحارب الفساد هذا النظام هذه العصابات لا تستطيع محاربة الفساد هذه العصابات لا يمكن يأتي منها خير إن الله لا يصلح عمل المفسدين آية قرآنية ثابتة ثبات مطلق سنة إلهية إن الله لا يصلح عمل المفسدين ولكن أيضا إن الله لا يضيع عجر المحسنين ولذلك ندعو إخواننا أن يساهموا في أنقاذ وطنهم أن يشاركوا في أنقاذ وطنهم أن يفكروا في أنقاذ وطنهم ألا ينجروا في المعارك الهامشية التي خلقها لهم الجنرالات المفسدين ليس كلهم مرة أخرى في الجنرالات الميزة واحد كما تجخال لدخلوا للحبس مثلا دفعت عليه وهو مرجعوا أطولوا منصب وكثيرين يقولوا بلي إنسان صادق ودخلوه فقط لأنه رفض أن يسني شيك تاعة 300 مليار للملاد القايد صالح طبعا هم جابوه لأنه يعرفوه إنسان إنسان نظيف وإنسان مهني إلى آخر كين جنرالات مهنية كين جنرالات نظاف لكن هذا هو اللو قلة القيادة اليوم لجنرالات مش فقط يشرفون على المخدرات وأشرفوا عليها وما زالوا يشرفون عليها القيادة اليوم أيضا لجنرالات كانوا يقتلون ويختصبون وينهبون ويختالون ويرتكبون المجازر ويختطفون أشخاص لم يظهر علي مخبر لازم تكون نظيف باش تحارب الفساد باشنقريحة ويتبون باشبار مهنة المدعو ناصر الجن وبقية الشلة والحاج والبقية